السلام عليكم اخوتي وخوتاتي كيف ديرين لبس عليكم هانين مهانين امركم هانية كانت منا تكونوا بالف خير ومرحبه بكم معي اليوم ومئة الف مرحبه في فيديو جديد وكيف معوتكم دائما كل جمعة كنشارك معاكم عرود بيم دائما يعني كل جمعة واللفتكم دائما كنشارك معاكم عرود بيم وبالاتمينة كيف معوتكم دائما اول حاجة قدي نقول لكم بعدها هاد بيم هاد في نجاجات في جيت حيمو ليرشيد حدا جوهارة والمنزه وكينا هاد بيم هاد بالضبط في البيضة باش للي بغايت شي حاجة وما لقعتش في بيم حداها وكانت هاد قريبة لها مرحبه بيها كيف ما قلت لكم في جيت حيمو ليرشيد حدا جوهارة والمنزه وكينا بالضبط هي في البيضة المهم كان بغي نشكركم بزاف التعليق ديالكم زوينة اللي كاتشجعني ولي كاتحفزني ولي كاتعطيني طاقة ايجابية ولي اول مرة كاتشوف القناة ديالي فكنت منت تعاونوا معايا واشتاركوا في القناة وفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد وببارضة عشيه باش العائلة ديالنا تكبر واكيد البنات اللي لايك والتعليق ديالكم هي اللي كاتشجعني وهي اللي كاتحفزني وهي اللي كاتحفزني وهي اللي كاتعطيني طاقة ايجابية المهم سنشارك معكم البنات كيف ممكن لكم عروض به اول حاجة سنشاركها معاكم هذا الكوب هذا قابل للحرارة كيف تشوفوا البنات هذا مثلا نديره في علاقة القهوة اتبقى لكم سخونة كيف تلاحظوا هذا هو الشكل دياله من الداخل وهذه الغطاية دياله ثمان دياله 18 درهم كين لون الغوز وكين هاد لون هذا وكين هاد لون بيض فيه ثلاثة لوينات فيه الغوز فيه البيض وفيه المعرو ثمان ديالهم 18 درهم وكين هاد طبق هذا البنات ديال الطين ثمان دياله 15 درهم الحجم دياله هاد صغير البنات في الحجم دياله كتدخلوه في حالة كالفران ثمان دياله 15 درهم وكين هاد القرورة هاد يديرو فيها في حالة كالماء صار حزويني البنات في حالة في حالة القرعات هاد وزويني لما الوليدات الصغار المدراسة ودك الشي انا اختيت واحدة من هذه البنات كيف كتشوفو شريت انا واحدة زويني هذه عملية لوليدات الصغار في حالة كف المدراسة ثمان دياله 20 درهم كيف كتلاحظو كنورك على هذه البلاسة الغوز وكيتحراسو وكتسد بها بطريقة هاد تختار فحالة كالبنات الصغيرة اللي بغا تشدها من هذه البلاسة صار حا هادو زوينين وعمانيين والتمن ديالهم 20 درهم وكينين هاد ترموسات هادو هنا يلقيت هادي حالين ها غادي نحلى لكم بشوفوها من داخل كيف اجديرها هاد ترموسة هادي لداخل ديالها البنات رهزاج يعني دارو رخاسكم لشريتو هاد تكيسوا عليها طغير تقدر تهرس وهادي الطريقة بشتسد تمن ديالها 25 درهم يعني 500 فيها ثلاثة الوينات فيها الموف والبيستاج وكينين البنات حتى هاد زليف هادو راه الحجم ديالهم صغير ماشي كبير فحالك ازويني الوليدات الصغار احنا دابل مغاربة البنات الحريرة والحسوبة هادي غا جينا صغيرة عليها خاسنا زلافة كبير من هادي هادي جات نحسن الوليدات الصغار كيف كتلاحظو رديرين فيهم اللون شيبي ديري الغوز بارد ديري البيض ثمان ديالهم خمسة درهم وكينة هادي البنات هاد الآلة هادي تدويب الشوكولات والجبن كيف كتلاحظو كتدوبوا بها الشوكولات وكتدوبوا بها الجبن ثمان ديالها 200 درهم مقدرش نحل البنات لانو بانو لهم لاصقا بديري اللوحة لاصقا وكينين هاد شبيكات هادو كيتدارو في الحوض هادي الصورة بشتاخدو في حلقة فكرة كتديروهم في الحوض البينات اللي جابوا هاد المرة فيهم البينات زوينين جابوا القري والبيض والثمن ديال شبيكات البنات خمستاشر درهم يعني 300 كينين حتى هاد البانيوات هادو البنات كيف كتشوفو هادو زوينين البنات عاملين انا كانوا عندي كنت خذيتهم من بيم العامل اللي فات صارح هادو زوينين الا لاحظو هنال تحت البنات الدورة ديالها اللي بالحمر هاديرها بالسيليكون باش البانيو ما يبقاش يتزلق لكم ناشي حاجة باش يبقى ثابت واحتى الويدة ديال هادير اللي بسيليكون كيف تشوفو هادو زوينين وعملين وعدينين فيهم العبار يعني فيهم العبار سقدر انتية مثلا بغيت العبار ديال مودك شرا فيهم العبارات كيف كتلاحظو فيهم العبار هادو 30 درهم صارحة زوينين وعملين كيف ما قلت لكم خذيتهم العامل يفت وراهم مخيرين البنات وخذيت حتى واحدة را خذيت منهم دابا خذيت البنتي قرعة ديال ما وخذيت حتى هاد البانيوات هادو خذيت منهم واحدة باش نعطيهم الوالدة ديالي كانت بغاتهم العامل يفات كنت خذيت ليا وحدين وبغاتهم وملقيتش ليها وهاد المرة خذيتهم ليها وكي نحتى هاد المقلة ديال بنات كيف كتشوفو التامن ديال هاد سعين درهم وكين هاد طاقم هادا ديال الفضة حالك كدان القهوة فيه بلاطو صغير وفيه جوش طبيصلات صغار وفيه الكيسان جوج وكيف كتلاحظو فيهم هادو كل غلاق ديالهم هادو التامن ديالهم مية وعشرين درهم وكين البنات حتى هاد الكنبة هادى ما زال عندهم هادى كانت السيمنة اللي فاتت ولكن انا ما رديتش ليها يعني ما بانش ليها هاد السيمنة هادى عدشتها ما زال عندهم ها هي اللي بغاها كينة في اللون القري وكينة في الغوزبيري كيف كتشوفو هادا هو اللون القري صار حشكي ديالا زوين وكيجو زوين في حلقة في بيت نعاس او في البيت نيت شكل ديالهم زوين والتامن دياله تلتمية وثلاثين يعني السلاف والسمية كيف كتلاحظو الشكل ديالا بنات شكله زوين وفيها ملتح تهبي وهنا يا هاد شي راه ما زال عندهم كيف كتلاحظو عندي لكم دابة دورة خفيفة بس شوفو تكشي اللي ما زال عندهم باش اللي بغت اي حاجة في هاد بيم هادي وما لقعتش في بيم حداها مرحبا بيها ومئة الف مرحبا هاد بيم هادي غا نعود نقول لكم فين جاد جاد في جيه تحيم ولا رشيد هدا جوهارا والمنزه وكينا بالضفط في البيضة كل شي مازال عندهم عفتي قال العرض دي السيمانة اللي فاتتها البنات مازال عندهم احتفت سيمانة هادي كل شي مازال عندهم عندي لكم احد دورة خفيفة بس شوفو قاعدك شي اللي مازال عندهم بانطو فاتحتها هما مازالين لزارات بلاطوات كيسان وكينا البنات حتى هادي 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 ديال اليوم هادي ديال هادي السيمانة هادي تهي هادي الى البنات كتشوفها في حلقة الحام متعددة الاستعمالات تمان ديالها متين وخمسين درهم وكينا هذا البنات كيصفي الماء تمان ديالو الف وربعمية وتعدوا تسعين درهم يعني في حالة تقولي الف وخمسمية يعني ثلاثين الف وهادو مازالين عندهم حتى المخاب مازالين عندهم ديال زارات كل شي مازال عندهم باقي البنات راكين برا باقي ديرين الفران الفران والبوطة يعني هذو اللي كيكونوا العرض اللي ديرونه يعني مجموع كل شي في ذاقة كل شي كيبيعوه يعني مجموع في ذاقة الفران مع البوطة مع شفاط لكي شفاط تمان ديالو الفين درهم يعني عدين الف ولكن ملاحظة اللي اللي اللحظت البنات هذو راهم ديال زاج يعني اللي عارف الناسه كي يحتافظ على الحاجة وخطي لاخداهم ولي عارف الناسه تقدر تهرس ليه من احسن ما ياخدهم مش كيف كتلاحظة البنات الشفاط ديالهواء كيت بينقابل للكسر سريع الكسر يعني خاصكم تكایسوا عليه بزاف يعني حتى من شفاط ديالهواء اللي ديرين راه دينزاج البنات يعني خاصكم تكایسوا عليه راهم كاتبين بليقابل كيف ما قلت لكم نعود نقول لكم إلا كنتوا غا تاخدوا الحاجة وعرفي ريوسكم ما غا تقدروش يعني تقدر تهرس فما الأحسن من تاخدوهاش لأن هذا ديال الزاج يقدر يتهرس يعني احتمل شفا تراها يقدر يتهرس كيف غا تلاحظوا ركات بينها يعني كيبغي الاحتفاظ بزاف والمهم كانت من الفيديو ديال يوم يعجبكم شكرا لكم بزاف المشاهدة شكرا للايك بارتاجي وباش العائلة ديالنا تكبر شكرا لكم بزاف كانت من الفيديو ديال يوم يعجبكم كانت من تكونوا استفتوا معي ولو غير شي حاجة بسيطة وبسلام عليكم أخواتي فيديو جديد إن شاء الله